مشاهدين الكرام مساء الخير أهلا و سهلا بكم في نشرتنا الجوية لليوم السبتة ساعة سبتمبر 2020 ويتواصلت فيه درجات الحرارة في نسقها التصاعد اليوم الحرارة القسوى كانت من بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق السحلية أعلى نسبيا داخل البلاد وانتروحت الأرقام من بين 34 إلى 38 ووصلت محليا إلى 40 مع ظهور رشيلي في عدد من معتمديات الجنوب الغربي لبلادنا خصية تقصي اليوم شوفوا ممكن عادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وليميز حالة سماء وظهور صحوب قليلة في أغلب مناطق البلاد وليتكثف تدريجيا بعد ذور بالمرتفعات الغربية ان شاء الله الليلة بيكونوا معنين بنفس الخصيات بعد صحوب في أغلب المناطق وليتبقى أكثر كثافة بالولايات الغربية للشمال والوسط درجات الحرارة ليلة تتروح من بين 24 إلى 27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي ونتوقع تسجيل أرقام تكون من بين 27 إلى 30 بالجنوب الغربي للبلاد يوم الغد إن شاء الله مؤشرات بعض التغييرات نشاط متوقع في فترة ما بعد ظهور الصحوب العادية ترفقها أمتار بالشمال وأيضا بالوسط وقد نساجله تراجع تفيف في درجة الحرارة مقارنة بالسجنة اليوم كل عادة قدموكم قراءة تفصيلية لدرجة الحرارة القصوى المتوقعة بمختلف ولاية البلاد بالنسبة للتونس العاصمة نتوقع تراجعها المستوى 30 درجة 30 في جيد التان القبلي بالنسبة للزغوان 30 و27 في أقصى شمال في بنزرت في ربوع الشمال الغربي حرارة القصوى تكون في مستوى 28 في باجة 30 في جندوبة في سليانة 29 درجة بالكاف بمدق لوسط بيتالة 29 على نسبين بالقيروان وينتوصل إلى مستوى 31 درجة نتوقع تجيل 30 بسوسة 32 بالمناستير وبالمهدية تكون في حدود 30 بسفاقسة 28 بجزور قرقنا 28 أيضا نتوقع تكون في حدود 35 في سليبوزيد و31 في القسرين 35 في قفصة حرارة القصوى تكون في مستوى 39 في توزر في قبلي 39 أيضا 32 في قبس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربلة حرارة ذهر تكون في مستوى 34 38 في مدين 37 بتتاويض وأيضا برمدة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بيسوحلنا الشمالية منطقة يسيرات وخليسون السريح في أغلبها شمالية غربية سرعة من 15 إلى 20 عقدة تجاوز 35 أثناء ذور الصحب العادية البحري يكون مضترب بالشمال بخليج حمات وبجيرة السحل رياح تتنقل تكون في أغلبها شمالية شرقية سرعة من 5 إلى 15 عقدة تجاوز 35 أثناء نشاط الصحب العادية البحري يكون قليل الاثراب إلى مضترب وبخليج جابس الرياح تكون جنوبية شرقية سرعة من 5 إلى 15 عقدة تصل إلى مستوى 25 في فترة ما بعد ذوره بحري يكون قليل الاثراب إلى مضترب كل عادة قدموكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية نوكشت 29 درجة مع نزول بعض الأمتار 26 بالدربيضة 27 بالجزائر العاصمة مع ظهور مجموعة من الصحب العابرة 31 في ترابلوس حرارة مرتفعة بالخرطوم تصل إلى مستوى 40 درجة سماء تكون صافية بالقهرة 37 بالبقاء المقدسة بالنسبة للمدينة منورة 43 توقع تجيه 42 في مكة المكرمة أجواء مشمسة وحرارة في مستوى 40 بالدوحة 36 بأبوذبي 37 بمسقة تقصيكون عامة قليلة صحب حرارة تجيه مستوى 40 بالكويت 43-42 في بغداد بالشرق الأوسط سماء صافية بدمشق 37 30 في بيروت 33 درجة بالقدسة الشريف وانتوقع الأجواء تكون مغيمة جزئيا إلى كثيفة الصحب في إستنبول 23 درجة بأوروبا مواشرة الأمتار في روما 29 صحب عبر بفيانا 23 درجة 23 في برلين سماء تكون صافية بامستردام ببريكسيل بريز 28 أمتار مواقة راعدية في مرسيليا 25-23 في مدريد وبيلاشبونة 24 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة مواشرة نشاط الخلايا راعدية المسحوبة بالأمتار تبقى متواصلة مع انطلاقة الأسبوع يوم الأثنين بالشمال وبالوسط صحب عبر بولاية الجنوب ريح تكون من قطاع الشمالي بالشمال الجنوبية بالوسط وبالجنوب نشطة نسبيا قرب السواحل وضعيفة لما تدد داخل البلاد البحر يكون مضترب بكافة المجالات البحرية والحرار القصوى تقريبا باستراوح من بين 26 لـ 30 درجة بالشمال بالوسط واتكون أعلى بمناطق الجنوب تقريبا في مصدر 35 إلى 39 درجة يوم الثلاثاء ريح تكون من قطاع الجنوب ثم تتجه إلى غربية في فترة ما بعد ذار في معادل سرعته من تقع باستجاوز مصدر 30 كم فالساعة البحر يكون عامة قليل الاضطراب في كافة المجالات البحرية وممكن ستراجع نسبي في درجة الحرار بولاية الجنوب الغربي فيما بعد ذلك تتواصل في استقرار مع أجواء مغيمة جزئيا على كاميرا البلاد موعد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في ساعة 6 و 5 دقائق وغروبه في ساعة 6 و 19 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرقة اتصال وتواصل بالمعهد الوطني إلى رستجوي موقع الويب صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد ورقم الموزع الصوتي 88404 أوقات صلاة اليوم الغد صلاة صبح بداية من الرابعة و 38 دقيقة دور منتصف النهر و 20 دقيقة ساعة العسر في الساعة الثالثة و 41 دقيقة ساعة مغرب في الساعة سادسة و 21 دقيقة وصلاة العيشية بإذن الله في الساعة السابعة و 46 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاتمام إلى اللقاء